بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله درسنا راح يكون استراتيجية حل المسألة في الفصل الثاني طبعا تعلمنا فيما سبق تقدير الجذور التربيعية وقلنا كيف نقدر الجذور التربيعية درسنا لهذا اليوم في صفحة سبعين استراتيجية حل المسألة باستعمال أشكال ذن لو أعطيتك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة شكل ذن الواضح هنا أمامكم لاحظوا هنا الشكل تأملوه نتأمل الشكل طبعا ما هي أشكال ذن هي عبارة عن دوائر أو مربعات نترجم فيها المعلومات المعطاة لدينا في المسألة طيب الآن أنا لو أعطيتك شكل ذن هذا للظاهر أمامك وسألتك سؤال كم طالبا صوت للرياضيات كيف تعرف من شكل ذن عدد الطلاب الذين صوتوا للرياضيات أحسنتم ممتاز راح نجمع الأعداد هذه دائرة الرياضيات راح نجمع جميع الأعداد الداخلة في دائرة الرياضيات بغض النظر عن تقاطعها مع الدوائر الأخرى وهي 47 زائدا ثمانية زائدا 150 زائدا أربعة راح يعطينا الناتج 209 ولكن لماذا تفرقت الأرقام بهذا الشكل في دائرة الرياضيات لماذا أحسنتم حسب تقاطعها مع الدوائر الأخرى أو حسب تقاطعها مع المواد الأخرى العلوم والإنجليزي طيب لو سألتك السؤال كم طالب صوت للعلوم والرياضيات معا للعلوم والرياضيات معا معا يعني في نفس الوقت كم طالب أحسنتم هذه دائرة الرياضيات وهذه دائرة العلوم أين التقاطع بين الرياضيات والعلوم أحسنتم اللي هو 47 زائدا ثمانية أيضا هذول الطلاب صوتوا للرياضيات والعلوم معا بغض النظر عن تصويتاتهم الأخرى أو هل هم شاركوا في تصويتات إضافية أو إنهم فقط يعني هنا مثلا السبعة وأربعون يدل على ماذا؟ السبعة وأربعون يدل على أحسنتم الذين صوتوا للرياضيات والعلوم فقط اللي صوتوا للرياضيات والعلوم فقط طيب لماذا جمعنا معها الثمانية؟ لأنهم صوتوا للرياضيات والعلوم هذا هو سؤالنا أصلا لكن هذولي أيضا مصوتين لمن؟ للإنجليزي فالآن بالنسبة لسؤالنا اللي هم راح نجمع الأعداد في المناطق المتقاطعة بين الرياضيات والعلوم اللي هي 47 زائدا ثمانية يعني 55 طالبان أحسنت طيب كم طالبا صوت للرياضيات والعلوم معا ولم يصوتوا للإنجليزي لم يصوتوا للغة الإنجليزية يا أحسنتم نستثني هنا الثمانية نشيل الثمانية هنا ليه؟ لأن نحن نريد اللي يصوتوا للرياضيات والعلوم فقط نشيل منها الدائرة الإنجليزي كاملة نشيلها نشيلها من التقاطع يعني الآن هذا التقاطع راح نشيل منها الإنجليزي كاملة يبقى لنا كم تقاطع بين العلوم والرياضيات أحسنتم 47 شفتوا كيف تغير السؤال أو طريقة السؤال أو طريقة سرد السؤال تختلف في الإجابة هذا هنا استراتيجية حل المسألة باستخدام أشكال ذن لدينا في صفحة 70 استعمال أشكال ذن سامي اشترك 15 طالبا من الصف الثاني المتوسط في النشاط المدرسي 15 طالبا تقسموا بهذا الشكل أربعة منهم في نشاط الإذاعة المدرسية وسبعة في نشاط التوعية الإسلامية واثنان في النشاطين معا مهمتك استعمال شكل ذن لإيجاد عدد الطلاب الذين لم يشتركوا في أي من النشاطين الآن ممكن هنا أعداد بسيطة وصغيرة لكن لما تكبر عندنا الأعداد أو حتى لما تكثر لدينا هنا أربعة اشتركوا في نشاط كذا وسبعة اشتركوا أشكال ذن سوف تساعدنا كثيرا في إيجاد أي معلومة نحن نريدها بالنسبة لأعداد الطلاب الذين اشتركوا في أي من هذه الأنشطة أول شيء نفهم استراتيجية حل المسألة باستخدام أشكال ذن أول شيء فهم المسألة نتعرف على عدد الطلاب المشاركين في الإذاعة المدرسية وفي التوعية الإسلامية ونتعرف عدد الطلاب المشاركين في النشاطين معا إذن الخطوة الثانية في استراتيجية حل المسألة باستخدام أشكال ذن نخطط نستعمل شكل ذن لتنظيم البيانات الآن نحن لدينا خمسة عشر طالبا سبعة منهم اشترك في التوعية الإسلامية سبعة اشتركوا في التوعية الإسلامية بشكل عام يعني سواء كان مشترك في نشاط التوعية الإسلامية فقط أو مشترك في نشاط إضافي بالنسبة للتوعية الإسلامية وأربعة مشتركين في الإذاعة المدرسية أيضا بالمثل سواء كان فقط إذاعة مدرسية أو لديهم أنشطة أخرى نأتي للخطوة الثانية فيه طالبين مشتركين في التوعية الإسلامية والإذاعة المدرسية سويا طيب وين أحط مكانهم؟ وين أضع هؤلاء الطالبين؟ في التقاطع بين الإذاعة المدرسية وبين التوعية الإسلامية في التقاطع هؤلاء الطالبين متقاطعين بين النشاطين فرح أضع هنا اثنين طيب هؤلاء الطالبين رح أحذفهم من السبعة رح تكون خمسة وأيضا رح أحذفهم من الأربعة رح تكون اثنين هؤلاء الطالبين رح نحذفهم نطرحهم يعني من السبعة رح يعطينا خمسة وأيضا رح نطرحهم من الأربعة رح يعطينا تبقى اثنان طبعا الحل نرسم دائرتين متقاطعتين تمثلان النشاطين وما أنه يوجد طالبان في كل النشاطين فنضع اثنين في الجزء المشترك من الدائرتين ونستعمل الطرح لتحديد العدد في الجزئين المتبقيين عدد الطلاب المشاركين في الإذاعة المدرسية فقط أربعة ناقص اثنين اللي هو اثنين والمشاركين في التوعية الإسلامية فقط سبعة ناقص اثنين اللي هو خمسة عدد الطلاب الذين لم يشتركوا في هذان النشاطان يعني انشاطاتهم غير التوعية الإسلامية والإذاعة المدرسية رح يكون العدد الكلي مطروحا منه اللي هو كم؟ مطروحا منه اللي موجود الأعداد اللي موجودة في الدوائر الآن يعني العدد الكل اللي هو خمسة عشر مطروحا منها اثنين اللي هؤلاء الطالبين ومطروحا منها ايضا اثنين اللي في الإذاعة المدرسية ومطروحا منها خمسة اللي هي اللي في التوعية الإسلامية فرح يطلع الباقي ستة يعني هذولي مجموعهم كم؟ تسعة نطرحهم من خمسة عشر رح يبقى لنا الناتج ستة اذا هناك ست طلاب لم يشتركوا في اي من النشاطين انشطتهم اخرى نتحقق طبعا هذه الخطوة الرابعة في استراتيجية حل المسألة اللي هي التحقق نتأكد ان كل دائرة تمثل العدد المناسب من الطلاب بالفعل اذا جينا للتوعية الإسلامية وجماعنا اللي داخلها رح يعطيني سبعة مثل ما هم اعطيني في اول السؤال واذا جينا لدائرة الإذاعة المدرسية كاملة رح يعطيني الناتج أربعة اثنين زائد اثنين أربعة بالفعل لكن اثنين منهم في التقاطع لأنهم مشتركين مع التوعية الإسلامية واثنين منهم خارج التقاطع صف كيف تحدد عدد الطلاب المشاركين في الإذاعة المدرسية فقط أو في التوعية الإسلامية فقط باستعمال شكل ذن كيف تحدد المشتركين في الإذاعة المدرسية فقط أحسنتم ممتاز اللي هم موجودين وين خارج في دائرة الإذاعة المدرسية ولكن خارج التقاطع حتى اللون حق الدائرة هنا أصبح أخضر اشترك الأزرق مع الأصفر أصبح اللون أخضر فكيف أحدد رح نجمع طبعا عدد الطلاب في نشاط الإذاعة المدرسية ونشاط التوعية الإسلامية ثم نطرح عدد الطلاب المشاركين في النشاطين معا طبعا كيف نحدد عدد الطلاب المشاركين في الإذاعة المدرسية فقط أو في التوعية الإسلامية يعني أنا أريد كم عدد الطلاب المشاركين في الإذاعة المدرسية أو في التوعية الإسلامية طبعا أو هنا اللي هي الاتحاد يعني معناتها جمع جمع يعني لو شفنا هنا الدائرة راح ماذا نجمع الطلاب المشاركين في الإذاعة المدرسية اللي هم سبعة زائد الطلاب المشاركين في التوعية الإسلامية عفوا التوعية الإسلامية سبعة زائد الإذاعة المدرسية أربعة رح يعطينا 11 نطرح منها اثنين رح يعطينا الناتج تسعة رح يعطينا الناتج تسعة ليش طرحنا اثنين اللي هم المشتركين في كل النشاطين معا اشرح اشرح ماذا يمثل كل جزء من شكل فن أعلى وعدد الطلاب في كل جزء مثل ما بيناها ووضحناها طبعا مثلا الدائرة الصفراء كاملة تمثل الطلاب المشتركين في التوعية الإسلامية لكن الخمسة اللي هنا اللي في الجزء الأصفر فقط من التوعية الإسلامية نقول عنهم الطلاب المشاركين في التوعية الإسلامية فقط أو في التوعية الإسلامية ولم يشتركوا مثلا في التوعية الإسلامية فقط طيب لو قلنا مثلا الجزء طبعا هنا الأخضر اللي هم الطلاب المشتركين في النشاطين معا الجزء اللي في الدائرة هذه كاملة نقول الطلاب المشتركين في الإذاعة المدرسية لم نقول فقط معنات أنهم أربعة فيه طلاب مشتركين في إذاعة المدرسية أربعة اثنين منهم مشتركين في الإذاعة المدرسية فقط طيب والستة ماذا تعني الطلاب الذين لم يشتركوا في أي من هذان النشاطين الإذاعة المدرسية فقط اثنين والتوعية الإسلامية فقط خمسة في النشاطين معا اثنين ولم يشتركوا في أي من النشاطين ستة لدينا هذا المثال لغات من بين أربعين طالبا في قسم اللغات الأجنبية عشرين يتكلمون اللغة الفرنسية وثلاثة وعشرون اللغة الإنجليزية واثنان وعشرون الإيطالية الآن نأتي للتفصيل تسعة يتكلمون الفرنسية والإنجليزية ولا يتكلمون الإيطالية ستة يتكلمون الفرنسية والإيطالية ولا يتكلمون الإنجليزية عشرة يتكلمون الإنجليزية والإيطالية ولا يتكلمون الفرنسية أربعة فقط يتكلمون اللغات الثلاث لما نقرأ السؤال بهذا الشكل يعني بنضيع بنتوه استعمل شكل ذن لإيجاد عدد الطلاب الذين لا يتكلمون أيا من هذه اللغات رسمنا شكل ذن هنا طبعا الإنجليزية هذه دائرة الإنجليزية وهذه دائرة الفرنسية وهذه دائرة الإيطالية طبعا كلهم فيهم تقاطع الجزء هذا تقاطع من الدوائر الثلاث كلها الجزء هذا تقاطع الإنجليزية والإيطالية فقط هذا الجزء الجزء اللي هنا تقاطع الفرنسية والإيطالية واللي هنا الإنجليزية والفرنسية لما نجي نضع الأعداد تسعة يتكلمون الفرنسية والإنجليزية الآن أنا من العشرين طبعاً نجمع عدد الطلاب في شكل VIN جميعاً أول شيء عندي تسعة زائد أربعة زائد عشرة زائد ستة زائد واحد زائد اثنين يساوي اثنين وثلاثين هذه اللي موجودة في شكل VIN الآن طيب كيف قسمناها؟ كيف قسمناها؟ الآن الإنجليزية عشرون يتكلمون الإنجليزية ثلاثة وعشرون يتكلمون الإنجليزية تسعة مشتركين بين الفرنسية والإنجليزية يعني لو وضعت هنا مبدئياً ثلاثة وعشرون أول شيء بأخذ منها تسعة بيتبقى كام؟ أربعة عشر رح يتبقى أربعة عشر تسعة اشتركت عفوا هنا الإنجليزية ثلاثة وعشرون بطرح منها تسعة هذه التسعة اللي اشتركت بين الإنجليزية والفرنسية تبقى أربعة عشر طيب تبقى الآن أربعة عشر تسعة يتكلمون الفرنسية والإنجليزية ولا يتكلمون طبعاً الإيطالية فلذلك وضعناها في الدائرة المشتركة بين الإنجليزية والفرنسية فقط ستة يتكلمون الفرنسية والإيطالية ولا يتكلمون الإنجليزية الفرنسية عشرين أخذنا ستة من هنا هذا مبدئياً عشرين طرحنا منها ستة رح يبقى لنا أيضاً أربعة عشر ليه؟ وضعنا ستة مشتركة بين الفرنسية والإيطالية عشرة يتكلمون الإنجليزية والإيطالية إذن الأربعة عشر هنا بأخذ منها عشرة بضعها هنا رح يبقى لنا كم؟ أحسنتم أربعة طبعاً ولا يتكلمون الفرنسية أربعة يتكلمون اللغات كلها الآن بالنسبة للإنجليزية أبأأخذ منها أربعة عشان أضعها وين؟ في الدائرة المشتركة وأيضاً الفرنسية رح أخذ منها أيضاً أربعة طبعاً هنا الفرنسية أول شيء عشرين ناقص تسعة رح يعطينا إحدى عشر بعدين الإحدى عشر لأن هذه أخذناها المشتركة بين الإنجليزية والفرنسية بعدين الإحدى عشر رح أخذ منها كم؟ بأخذ منها ستة المشتركة بين الفرنسية والإيطالية رح يبقى لنا خمسة الخمسة رح أخذ منها أربعة المشتركة لجميع اللغات رح يبقى لنا الواحد هذا الموجود هنا في الدائرة واضح هنا ليش حطينا واحد؟ طيب أيضا بالنسبة للإنجليزية عددهم 23 تسعة ذهبوا مع الفرنسية وأيضا بطرح منهم عشرة مشتركين مع الإيطالية وبطرح أيضا أربعة مشتركين في جميع اللغات كم راح يطلع لنا الناتج؟ 23 ناقصا تسعة ناقصا عشرة ناقصا أربعة اللي هو يحطينا صفر عشان كذا لا يوجد أي طالب يتكلم الإنجليزية فقط طلاب اللي يتكلمون الإنجليزية أيضا لديهم لغة أخرى مع الإنجليزية هو بالمثل الإيطالية لو جينا هنا في دائرة الإيطالية فقط وعدينا اللي داخل الدائرة كم؟ عشرة وأربعة وستة هذه عشرين واثنين واثنين وعشرين بالفعل عدد الطلاب اللي يتكلمون الإيطالية 22 ولكن تقسموا بحسب اشتراكهم ووجود لغة أخرى معهم طيب الآن الطلاب في قسم اللغات الأجنبية أربعين طالب كم عدد الطلاب الذين لا يتكلمون أي من هذه اللغات؟ رح أجمع اللي يتكلمون الفرنسية والإنجليزية والإيطالية يطلع الناتج كم؟ أو رح أجمع لداخل الدوائر؟ رح يطيني الناتج 32 رح أطرحها من عدد الطلاب الكلي اللي هو أربعين ناقص 32 رح يعطيني ثمان طلاب لا يتكلمون أي من هذه اللغات يعني ممكن نخليهم بره الدوائر الثلاث لدينا هنا في صفحة 71 مسائل متنوعة استعمل استراتيجية استعمال شكالفين لحل المسائل رياضيات أجرى عمر مسحل 85 طالبا في مدرسته حول الرياضات التي يلعبونها فوجد أربعين منهم يلعبون كرة القدم واحد وثلاثين يلعبون كرة السلة اثنى عشر يلعبون كرة القدم وكرة السلة الآن لدينا الرياضات كرة القدم وكرة السلة معنات أننا رح نضع دائرتين كرة القدم وكرة السلة أربعين يلعبون كرة القدم وواحد وثلاثين يلعبون كرة السلة لكن فيه اشتراك بينهم اثنى عشر يلعبون كرة القدم وكرة السلة من هؤلاء الأربعين والواحد وثلاثين فيه اثنى عشر مشتركين بينهم هل أضعهم هنا؟ لا طبعا الاثنى عشر راح أضعهم وين؟ راح أضعهم في وسط تقاطع الدائرتين وراح أحذفهم طبعا من اللي هو الاربعين أحذف منها اثنى عشر راح يعطيني ثمانية وعشرين والواحد وثلاثين أيضا أطرح منها اثنى عشر راح يعطيني تسعة عشر كم طالب لا يلعب كرة القدم ولا كرة السلة؟ كم طالب لا يلعب كرة القدم ولا كرة السلة؟ إذن عدد الطلاب الذين لا يلعبون كرة القدم ولا كرة السلة يساوي كم كم يساوي أحسنتم المجموع اللي هو عددهم كاملا 85 راح أطرح مننا اللي هو 28 ناقص 12 ناقص 19 اللي هو 40 ناقص 31 لأنه راح أطرح منها 28 اللي يلعبون كرة القدم فقط ورح أطرح منها 12 اللي هم يلعبون كرة القدم والسلة وراح أطرح منها أيضا 19 اللي هم يلعبون كرة السلة راح يعطينا الناتج اللي هو 85 راح أطرح منها مجموع 20 30 40 50 9 و50 نطرح 85 ناقص 59 طبعا هنا نسترف تصير 7 15 ناقص 9 راح تعطينا 6 7 ناقص 5 2 إذن الناتج راح يعطينا 6 و20 طالبا لا يلعبون أي من الرياضتين كرة القدم أو السلة أظهر الدراسة أنه 70 شخصا اشتروا الخبز الأبيض و63 اشتروا خبز القمح و35 اشتروا خبز النخالة وهناك من اشترى منهم الآن 70 اشتروا خبز الأبيض 63 خبز القمح و35 النخالة طيب هذا العدد الكلي للخبز الأبيض لكن فيه اشتراك فيه تقاطع بين خبز الأبيض والنخالة أو الأبيض والقمح وما إلى ذلك نشوف هناك من اشترى منهم نوعين من الخبز حيث اشترى 12 شخصا القمح والأبيض هذه هي التقاطع هذا القمح اللي دائرته زرقة وهذا الأبيض اللي هي دائرته حمرة هذا جهة التقاطع بينهما كم 12 حطينا 12 في الوسط طيب من وين جبناهم الـ 12 من السبعين والثلاثة والستين فرح نطرحهم منهم راح يتبقى لنا هنا 58 وهنا 51 أحسنتم ممتاز وخمسة اشتروا الأبيض والنخالة هذا الأبيض اللي دائرته حمرة وهذا الأخضر اللي دائرته خضرة خمسة أيضا الخمسة هذولي من وين أتوا من اللي اشتروا الأبيض والنخالة فنطرحهم يتبقى لدينا هنا 53 وهنا 30 35 طرحنا منها خمسة واشترى شخصان وسبعة اشتروا القمح والنخالة أين تقاطع القمح والنخالة هنا هذا هو تقاطع القمح والنخالة سبعة اشتروا القمح والنخالة طيب راح نطرحهم الآن أنا السبعة أخذتهم من الثلاثين ومن الواحد وخمسين لكن وضعتهم في نقطة الاشتراك لأنهم مشتركين في نفس الصفة راح أترحهم من القمح والنخالة راح يتبقى لدينا هنا 23 في النخالة وفي القمح 44 أيضا اشترى شخصان الأنواع الثلاثة كلها أين المنطقة اللي فيها جميع الألوان شوفوا هنا أخضر أحمر أزرق هذه المنطقة مشتركة لجميع الأنواع الثلاثة كم الأشخاص اللي اشتروا جميع أنواع الخبز اللي هم واثنين أيضا لازم نطرحهم من جميع الدوائر راح تبقى لنا هنا 51 في الأبيض و42 في القمح و21 في النخالة الآن نستطيع الإجابة على السؤال كم شخصا اشترى خبز القمح فقط ما رأيكم؟ كم شخصا اشترى طبعا هنا الأعداد الموجودة في النهاية اللي هي العدد الكلي مطروحا منه الأعداد المشتركة هذه 51 اللي هي الأبيض و42 اللي هي القمح و21 اللي هي النخالة إذن كم عدد شخصا اشترى خبز القمح فقط اللي هو 42 شخصا في ختام درسنا لهذا اليوم عزائي الطلاب عذاتي الطالبات لا ننسى الرجوع إلى بوابة عين التعليمية الاستزادة والاستبادة منها شكرا جزيلا عزائي الطلاب والطالبات